ماذا ينتظر العراق؟ تساؤل لطالما يثيره جمع غفير من أبناء الوطن إلا أن مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أفرد مساحة واسعة للإجابة على السؤال ضمن واقع الاتفاقية التجارية الصينية الوضع الاقتصادي الصعب في العراق والذي أشعر إليه مركز الروابط في مادة تحليلية علمية مفصلة كدراسة مفصلية وضع يده على الجرح الكبير المتمثل بعجز الموازنة الاتحادية تشير الدراسة البحثية إلى أن الاتفاقية التي تقوم على أهمية بالغة للعراق وهي إعمار البنى التحتية قسمت الأراء بين معيد ومنتقد لها وقعت الاتفاقية بتاريخ الثالث والعشرين من أيلول عام 2019 تقوم الاتفاقية على أساس إعمار البنى التحتية في العراق تبلغ قيمة الاستراد للسلع الصينية قرابة ثلاثين مليار دولار مدة الاتفاقية عشرون عاما بينما تزداد المخاوف في ظل توقعات بأن يرهن نفط العراق خمسين عاما في بنود الاتفاقية التي أشارت إليها الدراسة تشرف الحكومة العراقية على الصندوق العراقي الصيني للإعمار وهنا يتجدد الخوف وفقد الأمل بأن إعادة الإعمار أضغاث أحلامه في إشارة من مراقبين إلى أن الحكومة مثقلة بعجز وديون والبلاد في أزمة سياسية مثقلة بالفساد أمران يضافان إلى التوتر السياسي والتدخل الأجنبي ومنظومة الأمن التي لم تصل بعده إلى مبتغاها وكما يختتم مركز الروابط دراسته أن على الجميع وخصوصا الجهات المعنية فرض الأمن والاستقرار السياسي والعمل على تحقيق السلم في الشارع العراقي ضمانا للبدء بجد بتنفيذ المشاريع المتوقعة للنهوض من جديد ترجمة نانسي قنقر